موسيقى التاسع والعشرون من تشين الأول أكتوبر 2019 أهلا بكم إلى المشاهدية مشاهدينا استثنائيا عن لبنان وفي مشاهدها الحريري يستقيل وسيناريوهات كثيرة تطرح هل يكلف وتؤلف حكومة سياسية أم حيادية أم لا عودة إلى رئاسة الحكومة قطع الطرقات يشعل الشارع في بيروت مواطنون مستؤون من قطع جسر رينغ وقوى الأمن تعيد الهدوء إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء اليسار ينهد من جديد ألبرتو فرننداز رئيسا للأرجنتين عودة وجهة أمريكا اللاتينية الذي يسعج واشنطن الفوضى هذا ما وصل إليه الاحتقان في الشارع اللبناني بين فريق يغلق الطرقات وآخر مستاء من ذلك فاليوم كانت بيروت مسرحا لغضب من أهل المنطقة المحاذية لساحتي رياض الصلح والشهداء حيث يقفل بعض المعتصمين الطريق المؤدي إليهما والنتيجة فضل الاعتصام واستغياب دور للقوى الأمنية في ضبط الشارعين قبل أن يعود المتظاهرون مجددا إلى الساحتين إنما بعد الظهر استقال الرئيس الحريري رئيس الحكومة قال إنه حاول إيجاد مخرج يستمع من خلاله إلى صوت الناس ويحمل بلادنا المخاطر الأمنية والاقتصادية اليوم ما بخفيكم ووصلت لطريق مسدود وصار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة أنا طالع على أسر بعبدة لتقديم استئالة الحكومة لفخامة الرئيس العماد مشيل عون وللشعب اللبناني بكل المناطع تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين يلي نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد بهاللحظة التاريخية صادر مقربة من الرئاسة اللبنانية قالت للميادين عن الاستقالة النافذة حكما وباتت الحكومة حكومة تصريف أعمال ولا حاجة إلى بيان تكليف أمام تلك المشهدين نحن سنطرح أسئلة ثلاثة أولا هل تفتح استقالة الحري للبلاد على المجهول ثانيا كيف سيكون الحال في الشارع وثالثا إلى أين تذهب البلاد إلى استقرار أم إلى مزيد من الفوضى نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن الصحافي غسان سعود مساء الخير وأهلا بك غسان لا شك أنه كل يوم في لبنان فيه أحداث متسارعة بس اليوم الحدث الأبرز وهو استقالة الرئيس سعد الحريري لماذا وصل إلى هذا الخيار واضح أن الرئيس الحريري أخذ حاله على هذا الخيار لأنه كنا أمام شارع ملتهب من 13 يوم أو 14 يوم كان لازم يعمل حالة طوارئ سياسية بالبلد مباحثات تغييرات رئيس الجمهورية حكي بوجوب تعديل الحكومة سيد حسن كمان حكي بوجوب تعديل الحكومة الرئيس الحريري كان مسكر كل بويب يعني مفتح أي نقاش بالحكومة سمعنا كتير إشعات كانت كلها إشعات مصر أي نقاش بتعديل حكومة بتعديل وزارة بأنه نستمع نطلب منه يقدمو لنا أسامي للمتظاهرين مصر أي نوع من أي بحث من هيدا شفنا كتير إشعات دون أن يصدر أي نفي من رئاسة الحكومة لإله واليوم لما ضعف الشارع لما تراجعت كل المحاولات اللي بالشارع لإسقاط الحكومة شفنا الرئيس الحريري عم بيروح بنفسه تقول أن هذه الحكومة تستقيل يعني تعمل اللي الشارع كان بدوليه يعني هذا يفهم وكأننا نفهم أنه الرئيس الحريري هو جزء من هذه الخطة أول شيء بيئة الرئيس الحريري كانت موجودة بكل الصحات جمهور الرئيس الحريري كان موجود بكل الصحات دون أن يبذل الرئيس الحريري أي جهد لإستيعابه أداء الحكومة يعني أنت مرأة بهيك ظرف وهلأت في حاجة لتقديمات إصلاحية كمان الحكومة لم تجتمع حتى مبارح الرئيس الحريري لما زاره الرئيس بري بس زاره وفد من نواب كتلة لبنان القوى قالوا أنه الرئيس الحريري بلغني أن الحكومة ستجتمع خلال يومين وبالتالي هلأداء الرئيس الحريري كان عادي تطمينات أنه هو لن يستقيل لن يستقيل فجأة بيستقيل هل هو جزء من هذا المخطط؟ استقالته بتفرجي طالما هو مش من الساقة مع حدا طالما هيك تفرجي أنه هو أكيد جزء من هذا المخطط هو فجأة أخبر الجميع أنه يريد الاستقال هو فعليا بلغ الرئيس بري مبارح بالليل أنه هو سيستقيل اليوم ولكن لم يفتح باب التفاوض هو فقط بلغوا أنه هو سيستقيل وبالتالي هذا التبليغ كان بس عم يعلمون أنه أنا سيستقيل فهو لم فاوت حدا حتى مع المجتمع المدني لأنه اليوم الفراغ بخوف يعني هو مبدأ التفاوض مبدأ كل هذا أنه أنت تأخذ البلد على الفراغ بوضع مالي مثل مالنا مثل وضعنا هو شيء بخوف فكان مفروض الحريري يفتح باب نقاش يفتح أي شيء فهو يفضل أكيد ما يروح لهذه الخيارات عدم الذهاب إلى هذه الخيارات أن يكون مطمئنا لوضعه أن يصمت حتى ورقة الإسلحات التي قدمت لم ترضي فعلا الشارع وكانت دفاع الأقوى من رئيس الجمهورية ومن سيد نصر الله هل يؤشر ربما غسان إلى أن هناك كلمة سر كان ينتظرها الحريري لكي يستقيل خارجية نعم واضح هذا الشيء أول شيء أكيد في كلمة سر واصلة للجيش اللبناني يعني نحن اليوم عم نشوف طريق الجنوب اللي هو طريق حيوي لأكتر من مليون شخص بينزل على الجنوب بيطلع من الجنوب هذا الطريق مسكر اليوم والجيش يقف متفرجا وفيه شخص مواطن غاضب واحد غاضب عنده حالي صحية عنده حالي طارقة نحن عم نحكي عن سير متراكم يعني إذا حدا مريض وهني عم بمرء المرضى المريض ما قادر يوصل لأنه فيه قدامه ألاف السيارات حالي غاضب واحدة حالي شازي واحدة بتعمل كارسي بالبلد والجيش يقف متفرجا على أقفال هذه الطرق حتى كان الحديث مع الجيش أنه خلي يسكروا طرقات شرط يكون في طريق بديل يعني يقدر المواطن يلاقي طريقتين يهرب منه حتى هذا الجيش لم يلتزم فيه بقى فيه غمزة فيه أرار فيه كلمة سر جاي للجيش واضح هذا الشيء أداء المصارف وتسكير المصارف اللي هو أسهم بالخنقة الاقتصادية الزيدي والخنقة الاقتصادية يعني لما مواطن ما يلاقي فيه بجيبته مصاري مش بس بيتوتر من المتظاهر اللي مسكر الطريق بيصير هو كمان متوتر وبيصير مفتوح على خيارات كتير كمان فيه حدا غامز المصارف بشكل واضح أنه ما تفتحوا ما تفتحون لأبوابهم يلي طلع سهدا كله بفرجة أنه لأ أكيد في حدا أقول له لرئيس الحريري أنه صار لازم هلأ وقتها تستئيل لما شايف مبارح أنه الشارع بطل عم بيؤدي الغاية المرجوية منه يعني خلاص عملوا كل شيء ممكن يعملوا سكروا الطرقات بالسيارات ما كمان استهلكوا الإشياء المعقولة يعملوها سطلع الحريري بدل ما يطلب من الجيش فتح الطرقات وتضاءلت الأعداد في الساحات يعني كما لاحظنا طبعا بدل ما يطلع الرئيس الحريري يطلب فتح الطرقات ودعوة المعنيين إلى حوار جدة لأصلاح اقتصادي راح تستئيل عمق الأزمة أكثر طبعا لا شك أنه استقالته ستعمق هذه الأزمة على أي مستوى على المستوى الأمني والسياسي في تخوفات أمنية سياسي أكيد في أزمة بس على المستوى الأمني في أزمة الآن أنا بدي أقول بس غسانت هل سيكون هناك فتح للطرقات واعتصام في بعض الأماكن كما يقول مثلا وليد جملات أو بعض الذين كانوا بارزين في هذا الحراك أم لا نحن ذاهبين إلى أكثر من ذلك ربما التشكير أكثر أنا برأيي النائب وليد جملات مثل ومثل الرئيس نبي هبري يعيشوا كل الحرب سو بيعرفوا شو يعني ناخد البلد على فراغ مشان هيك هني من أكثر الحريصين كيف تدل خبرية الضبضب يعني يلاقوا حل بالسياسي لهذا الشيء استقالة الحريري فيها تكون لأزمة كتير كبيرة فيها تكون تاخدنا كلنا على الحل فيها تكون بداية أزمة وبداية يعني بداية مشكلة كتير 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 كبيرة شو المؤشر بخلينا نتأكد يعني يصير أول شيء أول شيء خطاب الاستئالي هو خطاب positive كتير يعني هو خطاب يخلينا نتفائل أنه لا رايحين على حل مش رايحين على أزمة لأنه هو كان منفتح لأنه هو قال أنه السلطة بتروح وبتجي لأنه هو كمان أوحق أنه هو ناطر أنه يرجع يتكلف بده ينفس احتقان الشارع صحيح وهيدي بتنفس احتقان الشارع بتفرض على الشارع يختار ممثلين لإله ويخليهم يععدوا تيبحثوا بالحكومة اللي جاية نقطة اثنين كمان بتخليه لحزب الله اللي كان رافض لأي لأي خسارة سياسية اليوم صار ملزم أنه كمان يعود على الطاولة أنه بتجيب كل الأفريقاء على الطاولة فيها تكون هيك وفيها تخفي الطاولة وتاخد كل الأفريقاء على الشارع يعني نحن أمام أمام خيارين بيرجع كمان للرئيس الحريري أنه هل هو ناوي يتحمل مسؤوليته بالوضع المالي اللي نحن عايشينه ويكفي حياته السياسية ما يخزل اللبنانيين بشكل كامل يعني نحن غسان اليوم دخلنا بمرحلة جديدة كل شيء حكى إسقاط نظام الطائفي محاربة الفساد ثورة على كل السياسيين كلهم يعني كلهم هيدا خلص خلص هيدا الحديث سكرنا عليه بدأنا بمرحلة معادلة جديدة عندك مستقبل قوات اشتراكة مقابل طرف آخر حزب الله حركة أمل وطيار الوطن الحر لكن مع الأسف عندك أكتر من قوات مستقبل واشتراكة عندك قوات مستقبل واشتراكة الجيش اللبناني المصارف اللبنانية وواضح أنه عدة شغل وطبعا المتظاهرين أولا يعني الوضع أسوأ من 2005 الوضع لا يشبه 2005 2005 كانت الموازين مختلفة جدا اليوم في شيء مفاجئ عم بيصير وواضح أنه عددين له عدة كتير كبيرة نحن بهذه العدة يا بدنا نروح على تسوية سريعة يا بدنا نروح على مواجهة كمان هي مواجهة لأنه اليوم المؤسسات الدستورية مع استيقالة الحريري بيصيروا المؤسسات الدستورية الرئيسية هي فيات خصومهم يعني رئاسة الجمهورية مجلس النواب ما حدا في يفرط حل بلبنان خارج هدول المؤسسين نعم كمان هول موجودين مع فريق سياسي معين الأكثرية النيابية مجلس النواب موجودة مع فريق سياسي معين اللي هو ضد كل هيدا وبالتالي نحن إذا نحن على مواجهة أكثرية بس نوضحها للمشاهدة أكثرية في مجلس نيابي هي مع فريق حزب الله حركة أمل والطيار الوطن صحيح ولكن الفريق كتير صغير كمان انسحاب بعد النواب بيأثر جدا على هيدا اليوم الأكثرية النيابية بمحل هلأ ما بنعرف بكرة الصبح شو معقول يصير أكثرية النيابية بمحل إذا رحنا على مواجهة إذا رحنا على مواجهة أخطر شي هو الوضع المالي لأنه هو الوحيد الذي لا يهدي أبدا وهون سألتيني بدي أقول لك أنه إذا إذا رحنا على مواجهة نعم يستطيع رئيس جمهورية أن يقول للمتظاهرين أنا معكم مئة بالمئة مئة بالمئة مش تسعين بالمئة ومش خمسين بالمئة ومش تعالي عندي أنا نزل لعندكن وأنا ما هشكل الحكومة فيها أي فاسد وأنا بفتح كل الملفات وما منشكل حكومة غير ما يكون واحد نضيف مئة بالمئة هذا الخيار ممكن ياخدو هذا الخيار وارد جدا طبعا إذا اليوم الرئيس الحريري واضح أنه رايح بالمعركة لغير محل اليوم التسوية الرئاسية اللي أوصلت الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة واللي جمدت أي معاقبة للفساد لأنه الفساد الرئيسي يتركز في رئاسة مجلس الوزراء في مجالس وصناديك وهيئات رئاسة مجلس الوزراء هونيك المشكلة يتركز بالسياسة المالية للدولة اللبنانية واللي هول كان ممنوع ينمس فيه وهذا العمل إحراج للرئيس وخلى الرئيس ما يكون الطموح الشعب اللبناني إذا اليوم الرئيس الحريري هو اللي ظهر ليش الرئيس بده يضل محل ما هو عنده فرصة رئيس الجمهورية كبيرة أنه يتصالح مع كل الرأي العام ويقلون أنا حاخود معركتكن بمحاربة الفساد وهون بيبين مين يلي هو مع السفارة وما بده يحارب الفساد ومين يلي هو يجد بمحاربة الفساد والشارع يمتل بس فيه عامل ربما خارجي أكثر أيضا في هذه المسألة إذا ذهب رئيس الجمهورية إلى هذه الخيارات ممكن أن يصل لبنان إلى سيناريو عقوبات مثلا أمريكية أكثر مما يعني هو في عقوبات على النظام المنطقة لا نهائيا لأنه اليوم الاتحاد الأوروبي واليوم الأمريكيين اللي عم بيطالبوا فيه هو إصلاح اقتصادي بالبلد سهو إذا قال لهم أنا متبنى برنامج لإصلاح الاقتصادي طالما هني ما عم يحكوا السياسي هو عم يقولون أنا متبنى برنامج الاقتصادي المخطط لك لكن مش أمريكي ساعتها المخطط الواضح من كل عدة الشغل الأمريكية بالبلد كيف هني مستنفرين وواضح أنه مخطط أمريكي ولكن يمكن الالتفاف عليه يعني يمكن رئيس جمهورية يقول نحن هنكلف قضاء تحقيق بملف كل واحد بده يتوزر يدقق غسان يعني الآن مفيش محسوم إذا الرئيس الحريري سوف يعاد تشكيله سوف يعاد يعني تكلفه بتشكيل الحكومة أم لا صحيح أنا باعتقد اليوم هو العمله بيخلي فريق كبير يقول لا يعني بيخلي فريق مثل حزب الله حزب الله بشكل رئيسي يقول لا طالما أنا هيدا الحضاء حضنته بالسياسي وحميته وعملت كل الفيني أعمله تكون ضامنه وهو يغضر فيني بهذه الطريقة أقل وما ينسق معه يروح يمشي بشكل كامل مع مع توصيات خارجية لابد يرجع تعطيه السئة مية بالمية أكيد الرئيس بري بيشتغل تيخفف منه لهيدا المنحة ويدور الزوايا ويرجع يلاقي يعني محلول وسطة نعم أكيد الرئيس عون معنى وعارف وخايف أكتر شي من الوضع المالي وبالتالي هو معنى بييجاد أكثر حل يوفر إنقاذ مالي للبلد هذا الشي بيستدعي أنه تنسيق مع الحريري إذا الوضع المالي بيستدعي أكيد أولوية لتنسيق مع الحريري إذا شاهدوا أن الحريري خلاص ما بده أو بده يحط له الشروط نفسها أو كمان بده يعمل الحكومة تعود كل هذا الوقت بلا شغل لأنه نحن اليوم قد ما تكون في ديناميكية ومشاريع وقوينين وحماسي عند الناس إذا رئيس الحكومة ما بده يعمل ديفوارو ما حدا فيه يعمل شيء بالبلد أبدا إذا رئيس الحكومة يرجع يجي بنفس الزهنية اللي كان فيها من ثلاث سنين لليوم أحسن ما يجي في أجواء عن أن الرئيس الحريري قد يغادر البلاد وهي عشو بتأشير كمان الشاعي اللي انتشرت عن نية الرئيس الحريري يغادر البلاد منطلقة من المكانة نفسها اللي هي عم تشتغل فعليا مع الحراك يعني اللي هي عم تشتغل بمحل مع بعض الحراك سو هذه المكانة هي اللي سويت فهل هني عم يتنبو بشي بيصير أنه هو حيسافر اليوم أو بكرة أو بعد بكرة حيقول أنا أنا معينيني كل هيدا خلي العهد يتحمل وزر الأزمة المالية للحريرية السياسية هي تسببت فيها بشكل رئيسي هل حيعمل هذا الشي لليوم نحنا معنا جواب ولكن واضح أنه الرئيس الحريري حتى بس طلي عليه لأصرب عبدة ما كان معنى بيضيح وجهة نظره بيضيح يلي عمله بيشرح أي شي يعني هو بحسب معلوماتك لا أدري لم يتحدث عن إعادة تشكيل معينة عن شروط معينة لإعادة تشكيل أبدا لم يتحدث لم يتحدث لا قبل ولا بعد يعني هو ما نقش بالتشكيل الحكومي بتعديل بإعادة ولا أي شي لا قبل ولا بعد وطبعا اليوم الرئيس ما كان يعني أكيد ما استقبلوا بالود يلي كان يستقبلوا فيه سابقا لأنه آخر شي هني شراكي وهو يحكي عن شركائه ما هني شركائك إذا هني شركائك فعليا كيف تروح بتعمله لهذا الشي كله لحالك بدون ما ترجع لأي حالك هو للصدفة يعني أنه في هذا الوقت بالذات في 2017 حصلت ما حصل معه في السعودية وكان فيه تركيز أو كان فيه إصرار على عدم قبول استقالته التي يعني واضح أنها كانت تحت الضغط وكل ذلك في نفس التوقيت طيب الآن إذا الرئيس الحريري غادر لبنان ولا يريد تشكيل حكومة يعني نحن حتما ذاهبين إلى تفجير الوضع في البلاد لا أنا عمقول نحن خمسين بالمئة خمسين بالمئة نحن يمكن نكون رايحين لحل وبعتقد في كثير أفريقا عدم وجود الحريري بشكل خاص يعني فيه قرار بالفوضى صحيح فيه قرار بالفوضى لأن الحل المقبور ربما قد يكون من الحريري أليس كذلك نعم طبعا الحل المنطقي لا يرجع يحل الوضع هو أكيد بوجود الرئيس الحريري إذا الرئيس الحريري كان خارج المشهد أنا ما بقول هين البلد يروح على الفوضى يعني البلد بيكون عنده تحدي مالي كتير كبير بيزيد حجم التحدي المالي ولكن البلد ينزل للفوضى مش شيء سهل يصير أول شيء أكيد بالجيش فيه حكماء نعم ما حيسمحه الجيش يظل متفرش آه هذا مهم كتير لأنت اللي عم تقوله كتير مهم يعني نحن لن نبقى على قيادة واحدة للجيش لا نحن طبعا هنبقى على قيادة واحدة أكيد ما حدا عنده نية بتقسيم الجيش ولكن بهذا الجيش أكيد في حدا حيحكي القائد حيقل له عن تحمل مسؤوليات الجيش ما ممكن الجيش يظل متفرج على الشي اللي شفناه اليوم مثلا بسيحة الشهداء هذا المشهد اللي بخوف اللي اليوم رعبنا بسيحة الشهداء هذا مشهد ما في أي لبنانة ما في أي عسكرة بيقبل يشوفه أبدا يعني وضمنا لم يتصرف يعني لا فضل حتى بالنسبة للمتظاهرين لم يكن مفاوضا لم يكن قوة الجيش كان يقول أنه يريد أرار من السلطة السياسية أرار السلطة السياسية كان عند رئيس مجلس الوزراء كان عند مجلس الوزراء اليوم القرار السياسي يصال عند رئيس الجمهوري لأنه بغياب رئيس الوزراء هذه الصلاحية تروح بشكل كامل لعند رئيس الجمهوري اليوم رئيس الجمهوري أكيد حيفوض على الخط أكيد وزير الدفاع اللي هو فعليا القائد الفعلي ضمن المؤسسة لقيادة الجيش أكيد حيتحركوا بشكل جد تجيش يبطي المتفرج الجيش كان عم بيقول ما بدي يفتح الطرقات لشي خصوا بالتظاهر لشي خصوا بكل هيدا ولكن اليوم صارنا عم نحكي عن سلم أهلي صارنا عم نحكي عن اتنين لهل عم نشوفه نحن على طريق الجنوب عم نشوف تهديد لحياة ولا أمان ولا استقرار عدد هائل من المواطنين الجيش ما في يوقف متفرج بطلنا عم نحكي عن تظاهرة عن حقب التظاهر صارنا عم نحكي عن عالم عم يقتلوا عالم تانين بطريقة هادئة يعني عم يقتلوهم بسياراتهم طيب اليوم الجيش أمام هيك تحدي خاصة بالسلم الأهلي في يوقف متفرج أنا بقول ما في يوقف متفرج بالحد الأدنى اللي بيعرفوا قائد الجيش بيعرفوا أنه هو أسكى من أنه يعيد تجربة قادة جيش صار على أيامه انقسام البلد أكيد فيه قرار حيتاخذ بمحل أنه السلم الأهلي ممنوع أزمة سياسية أكي أزمة مالية أكي ولكن سلم أهلي وأستقرار ومثل الفوضى الشفنية اليوم على مستوى البلد ما حدا بيحمله طيب غسان فيه ما يتعلق بسيناريو عدم تكليف الحريري وجود هذا الكرتال المالي الكبير المقرب من المستقبل والأيضا مدعوم أمريكيا إلى حد ما إلى أي مدى يمكن الذهاب بمحاكمة قضائية لهم وبالتالي تكون مثلا هناك التهمة بالخيانة العظمى يعني إذا ما كان هناك عمل من قبلهم ضد مصلحة البلاد أنا بأعتقد أنه التوجه لتشكيل حكومة من دون الرئيس الحريري ستكون حكومة لا تسمح بعقوبات أمريكية عليها يعني إذا بدنا نلبي مطلب الشارع الشارع عم بيطالب بتكنوكرات الانجي اوز يلي الولايات المتحدة بتحبهم واللي الـ USA بتصرفهم مساعدات هائلة عم تداد الخريطة عم بيطالبوا من ساحة الشهداء بحكومة تكنوكرات نعم سمير جعجع وأيضا سامي جميل هني طرحوا من شهرين شوفوا نحن وين كان رأسنا هني شو كانوا عم بخططوا فهني من شهرين بلشوا يحكوا بالتكنوكرات التكنوكرات والتغيير الحكومة سو إذا في توصية أمريكية بتكنوكرات أنا بأعتقد رئيس الجمهورية قادر يروح لتشكيل حكومة من التكنوكرات تطمئن ما في مشكلة يعني لدى رئيس الجمهورية لدى حزب الله لدى الأطراف السياسيين اليوم أبدا مبارح بتشكيل حكومة تكنوكرات مبارح أكيد كان في مشكلة يعني مبارح كانوا ما بدون يخسروا بالسياسة ورقة الحكومة نحن بس غسام بس فسرنا شغل عندما يتحدث مثلا طرف مثل سامير جعجع أو سامير جميل بحكومة تكنوكرات يقصدون فعلا حكومة تكنوكرات لأنه اليوم وليت جملات يقول أن حكومة تكنوكرات ما دور الأفراد فيها ما يكونوا متحزبين يعني شو يعني تكنوكرات بس عندهم من حصة الاشتراكة يعني كيف يعني هني كيف الطرح نظرية يعني مثلا بيقبل جملات وجعجع يعني كل هذه الأطراف يقبلون بحكومة فعلا أفرادها ما عندهم أي انتماء سياسي اي ما هون بدك تشوفي إذا هني اللي بدون يقرروا أو الشارع اللي بدون يقرر أو الرئيس اللي بدون يقرر أنا بقول نحن هلأ فتنا بالبحث بحكومتين فعليا سواء مع الحريري أو من دون الحريري فتنا بأول بحث بحكومة سياسية وغير سياسية ولكن دون نواب بيكونوا حققوا فعليا المطلب بإبعاد الوزير جبران بيسيل وبالمقابل بيكون الوزير جبران بيسيل حقق مطلبه الأول من ثلاث سنين بحكومة من دون علي حسن خليل ووائل أبو فعور وأكرم شهيب هذه حكومة فيها تكون موجودة هذه حكومة بتحل أزمة بتنفس أحتقان بتخلي تمثيل سياسة اثنين حكومة التكنوكرات عند التالي الوطني الحر فيه تكنوكرات بيدور بفلكهم معهم بطاقة ومش بطاقة أنا برأيي المقصد بالتكنوكرات أنه أشخاص تقنيين مئة بالمئة ويغلب حديثهم التقني على حديثهم السياسي بالاثنين قدرين سواء رحنا على مواجهة الحريري مش موجود قيد الرئيسة المهورية يشكل حكومة التكنوكرات تتجاوز مبدأ العقوبات الأمريكية والتهويل الأمريكي طب والنصف زائد واحد يعني هون بيكون في مشكلة من سيكون هو لديه الأكثرية في هذه الحكومة ياللي عنده أكثرية نيابية يعني آخر شي صار في عرف في البلد أنه كل فريق بياخد عدد وزراء بحسب عدد نوابه سول يوم النواب حيتوزعوا بهذه الطريقة هذا إذا كان في نية للحل يعني إذا كان في نية لدى القوات والمستقبل والاشتراك بالذهب إلى الحل هون أنا خليني أقولك شي اللي ما عنده نية حل يعني عنده نية تدمير مالي للبلد لأنه البلد ما بيحمل أبدا أي شكل من الأشكال الرفاهية أو تضيع الوقت أو هيك نحن أمام وضع مالي خطير جدا جدا اللي بده يروح اللي بده يماطل ويسمح بتدمير الوضع المالي يعني فوتنا فعليا بحرب أهلية لأنه اللي ما معه بس تنهار الليرة خرب البلد بكل معنى الكلمة خرب البلد بلا حكومة انضربت الليرة أي رحنا على محل خطير جدا أنا برأيي وذلك يستهدف حزب الله ذلك يستهدف حزب الله ذلك بيكون الحلقة الأقوى فيهم هو أكيد جمعته لا حزب الله بالعكس هذا الشيء بضعف هذا الشيء بضعف سمير جعجع وحلفاء جدا وحتى لو عملوا زعلانات بالطريق وعملوا شوية ميليشيات وعملوا كل هذا على المدى البعيد هذا الشيء بيخسرون كل شيء كل شيء هل الولايات المتحدة شيء هزي لهونيك؟ أنا برأيي الولايات المتحدة عملت اليوم اللي هي بدأت عمله وجهت الضربة لحزب الله اليوم بالمتغيرات الأقليمية قدرت تسقط الحكومة اللي حزب الله كان متمسك فيه من هون بدنا روح لبكرة بكرة الولايات المتحدة بدأت تخسر هذه الورقة بأنه تاخد البلد على حرب أهلية حزب الله بيكون المنتصر الوحيد فيها لأنه ما حدا قادر ينتصر مع اللي بيقدر يطفي سوريا بس إذا دخل آه أوكي هذه مهمة كتير حزب الله قادر أن يحسم حرب أهلية في داخل لبنان ويحمي سلاحه يحمي سلاحه يحمي مناطقه وأن يحمي مناطق أيضا حلفائه صحيح؟ لك بالحد الأدنى بس نحكي عن حرب أهلية نحكي عن سيناريو بس نحكي عن حرب أهلية أكيد حزب الله هو غير متضرر بتاتا لأنه مناطقه مسكرة ما فيها اختلاط طائفة سلاحه بعيد عن متناوى الحلقة الأضعف الأضعف هي المصارف والجيش اللبناني يلي هن الاستثمارين الأكبر للولايات المتحدة بالبلد فهل الولايات المتحدة مستعدة اليوم تخسر المصارف؟ هل مستعدة تخسر الجيش؟ بحرب أهلية بولا بلد بيضل الجيش جيش كثير صعب الجيش يحافظ على وحدته بحرب أهلية وخصوصا أنه عم نشوف 14 سنة عمروا نولاد على الطريق عم يمنعوا باص للجيش يمروا يعني هل قد وقحين عم نشوف وقاحة بهول يومين مش طبيعية وبالتالي المؤسستين الرئيسي تاني للولايات المتحدة بالبلد يلي هي بتعتبر أنه هول حط عليهم دم قلبة هول اتنين ب24 ساعة بيختفوا بيصيروا شي تاني هل الولايات المتحدة مستعدت تروح لهونيك؟ أنا شبه واسي أنه هي أكيد ما بتروح لهونيك أنه ليه أنه ما هي عملة اليوم اللي بدها تعمله أخذت هذه الورقة أخذت سقطت الحكومة يلي حزب الله عنده إيها لأكسريطة طيب اليوم بدها تفتش على حل يعني الشارع بيعطينا خليني بس ديد إذلك شي لنا لأن لبنان فات بال75 بحرب أهلية ضلت ليرته سابتي لل84 كل شي مرأنا فيه كان فيه أرار بالبلد أنه ما تضربوا الليرة لأنه بس تنضرب الليرة بيروح خلص بيفلوت البلد بجن ما بيعود فينا نسيطر ما بيعود ساحة في كتير أفريقا اللي هم فيها بيروح ما بفوت على خراب حقيقة فاللي ما عملوه بال75 هل ممكن يعملوه اليوم؟ أنا بقوله كتير صعب كتير كتير هيدا اللي بخليني يكون متطمن أنه نحنا بكرة فيه إيجابية أكتر من السلبية احتمال يرجع خلص أخذوا الورقة اللي بدون ياخدوها بالسياسي فيه واحد بيربح يوم واحد بيربح مبارح كان حزب الله رابح هذه الورقة اليوم سحبوها منه لحزب الله لورقة الحكومة طيب شو بده يصير بكرة أنا برجح أنه هني مثل عطن بيدربوا ضربة بيرجعوا بيعادوا على الطاولة أنا مأكد أنه هني بكرة سيعادوا على الطاولة وبيصحبوا الناس من الشارع خيارات الشارع التي سنشاهدها غدا ستكون هي مؤشر إلى أننا ستذهب الأمور واضح الآن من المتظاهرين من الجو تبعولهم يلي تسرب أنه هني فريقين فريق عم بيطالب أنه يعطي فرصة لتشكيل حكومة تكنوكرات ويريح العالم يدهرون من بيوتهم تستعيد الدورة الاقتصادية بعد حياتها لأن المصارف عم بتصرخ أنه نحن لازم نستعيد بعد حياتنا واحد وهذا الشيء يدفع للحراك لقدام وكل هذا الشيء ونحن أمام سيناريو تاني أنه الخميس هني طالعين على عليلة أسرب عبدة كمان مرأوا فيديو من تقريبا ساعة لإسقاط الرئيس دعوة لا يطلعوا عليلة أسرب عبدة ما طالبوا بإسقاط الرئيس ولكن نعتبروا أنه هذه الموجهة هل نحن لحظة نحن لحظة نحن لحظة فينا نصنف المتظاهرين مقصومين أسمان المتظاهرين من أول دقيقة هني مقصومين كتير بس هني فعليا بس أسمان نحن أمام متظاهر عارف كتير خطورة الوضع الاقتصادي متظاهر جدي جدا 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 بنوايا الإصلاحية والتغييرية وعم بيصرخ من قلبه بده محاربة كل الفيسدين كلهم 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 وما قادر يشوف حدا منهم ونحن أمام متظاهر تاني بيشنقل ابن فؤاد السنيورة بالتظاهرة بيكون بيقوده روبير فاضل ووجوه اقتصادية ومالية دمرت الاقتصاد اللبناني نحن أمام نوعين متظاهرين متظاهر عارف شو بده بالاقتصاد وبالسياسي كتير منيح ومتظاهر تاني مربوط بألف مطرح وعنده مية تحسبة يعني مين عم بيحرك كلها المتظاهرين يعني نحن عندما شاهدنا مثلا السلسلة البشرية أنه أكيد في حدا يقول اليوم عنا شو برنامج اليوم يعني ماذا سنفعل مين هيدا الشخص أو هذه الجهة التي هي التي تقرر حركة الشارع إلى أين ستذهب نطلع من الشارع من ضلب الشارع مين هيدا الجهة نحن اليوم نعرف أنه مثلا في ممول رئيسي في رجل أعمال كبير بطرابلوس عم بيمول مصرياته من الخليج طيب نعرف أنه في ممول رئيسي بجل الديب كمان مصرياته من الخليج وهو رجل سياسي وقريب جدا من القوات اللبنانية ومن الكتاية بنفس الوقت نحن هول بنعرفهم ولكن ما بنعرف مين الغرفة اللي طلعت تسكروا البلد بسياراتكم يعني أنا قلت له نخيي أنا كيف بدي أخد سيارتي صفها بمحل ما بعرف مين بعتليها لهذه الورقة نجحت هذه التجربة مش كتير بس أنه اليوم في حدا بيبعط واتساب للناس الناس بيمشوا وراء أنه مهني هول الناس رافضين يمشوا وراء سياسة رافضين يكونوا جزء من أي قطيع طيب يعرفوا يعني إذا أنت اللي بتعرفه ما بتقبل تمشي وراء كيف ميشي وراء هذا ما بتعرفه طيب اليوم هيدا كله عم نحكيه بوضع طبيعي إذا بكرة شفنا مشهد بيروت اللي اليوم شفناه بلبنان كل متظاهر واعي حينصحب حينصحب وحيقول شو عم تعملوا يا جماعة ولأ نحنا أكيد ما هيدا البدنية رؤوا نحنا بدنا نعمر البلد مش نخرب البلد طيب هم منفوت بالتحدي هم منفوت بالقوات اللبنانية شو بدها تعمل وين بدها تعمل وكيف حط مظهر بطل فيها تتخبى صار بدها تبين إذا رحنا إذا رحنا عليه لهذاك السيناريو هذيك السيناريو شعبيته مخفضة جدا جدا سواء على المستوى العالي السياسي كلهم بيخافوا منه وليد جمبلات بيخاف منه الرئيس بري بيخاف منه حسب الله أكيد بيخاف منه الرئيس الحريري ما عنده أي أدوات لإله يعني رئيس الحريري بيكون عم يخسر كل يلي بيه إجا عمله بيكون عم يخسر كل شيء أبدا يعني لأنه رئيس الحريري سيناريو الفوضى المسلحة سيناريو الفوضى المسلحة أو شبه السلمية يعني نحن اليوم عم نشوف فوضى بالبلد هي فوضى سلمية ولكن هي أسوأ من الفوضى المسلحة يعني أنت بدي أرجع للسيارات الجنوب لما تموت الناس بسياراتهم أسوأ من لما يكون معك سلاح وقفي على الحاجز نحن عم نشوف فوضى مش طبيعي يعني بيكبر هذا السيناريو أكيد طب بس نستذكر قليلا ماذا قال رئيس حزب تقدم الاشتراك وليد جميلات للميادين الذي اعتبر أن إسقاط النظام لا يكون بهذه الطريقة وإنما عبر قانون انتخاب عصري لبنان دائرة واحدة وأكد أنه ضد قطع الطرقات وفي الوقت نفسي ضد الطريقة التي يجرى فيها التعامل مع المتظاهرين يعني لا تستطيعين أن تواجه المتظاهرين السلبيين بهذه الطريقة وبنفس الوقت وبنفس الوقت إنني لست مع قطع الطرقات يعني كنت واضح مش هيك كنت واضح يعني أني أني ضد قطع الطرقات في المحاول الأساسية وبنفس الوقت وبنفس الوقت مع بقاء المتظاهرين في أسلحات يعني بعد شوية عم بيحكي مثل سيد حسن نصر الله بعد شوية عم بيحكي مثل سيد حسن نصر الله الفعل وجود الناس في الشارع من يقلق؟ يعني يقلق فعلا وليد جنبلاط؟ يعني أن نصدق هذا الكلام فعلا هناك قلق من قبل اشتراكي على ذلك؟ أكيد مشهد بيروت اليوم يقلق النائب وليد جنبلاط النائب وليد جنبلاط عنده أزمة بالسياسي مع فريق السلطة مع العهد أكيد عنده مشكلة بالسياسة أكيد عنده مشكلة بالسياسة مع حزب الله ولكن النائب واللجنة بلاطة بيعرف شو يعني شارع وبيعرف أنه اللي بيبلش بالشارع مش هو نفسه اللي بيطف بالشارع يعني بيعرف أنه هي بتفلت منه بالدقيقتين وبيعرف أنه اليوم موازين الكوى كلهم يعني بس في فريق رأى عامل حرب أهلية بالبلد في فريق كان معه كل السلاح الفلسطيني وكل العسكر الفلسطيني وفي فريق تاني كان معه كل السلاح الأمريكي وكل السلاح الإسرائيلي وكل الدعم الدبلوماسي والأقليمي ما فيك تعملي حرب بين فريق عنده الأد سلاح حرب أهلية بين فريق مسلح هو فريقه لحسب الله وفريق تاني هو سلاحه فردة وهو مشتت وهو بلق قيادي وهو اليوم بالشارع كل واحد بيعتبر حاله هو القائد الميليشيات تراحت على الحرب بال75 كان صلى ست سنين سبع سنين عم تعمل ترينيج عم بتدرب مقاتلين تماما لأن ما في موازين قوى الآن تستطيع أن تواجه القوى أكثر تسلحا اليوم أكيد القوات الإبنانية بتفكر أنه هذا السيناريو اللي هي عملته بالمنطقة الشرقية فيها ترجع تعمله وفيها تاخد المنطقة الشرقية وإذا أخذت المنطقة الشرقية شو بيصير أنه نشون ناكست كيف تطبي بالناس كيف تطبي بالناس كيف تعمل أنه مين في ياخد اليوم منطقة بالبلد حتى يعني حتى بحزب الله ما قادر ياخد منطقة بالبلد بتركيب البلد ما بتسمح نفوت بحرب أهلية ولكن أكيد ما في موازين قوى ننتقل قليلا نعود إلى السياسة تحديدا على مسألة الحكومة في خيارات أمام الرئيس إذا لم يكن تكليف للرئيس سعد الحريري في خيارات أسماء أخرى ربما سنية بس قريبة من التحالف ما بعرف بأسماء ولكن نحن يعني ما عندي تصور عن الرئيس بأي اتجاه ممكن يروح ولكن نحن إذا منروح على حكومة تكنوكرات طبعا في أسماء كتير كتير يعني منكون ارتحنا من العبء التمثيل الطائفة للشخص البدويجي يعني ما منعود نفكر بأسامة عندها حد أدنى من التمثيل الطائفة أو السياسي يعني شخصية سنية وأنا اللي أنا بدي إليك فيه جو عند الرئيس بيتمنى أن الرئيس يروح بهذا الخيار أنه اليوم الرئيس يجيب حكومة من 16 شخص أسماء موصوقة أسماء مميزة تسمح للشغل أنه ينطلق أكيد هذا الشيء بيريح كل البلد لأنه كمان اليوم الرئيس الحريري ما كان عادي له يشتغل يعني اليوم صادر نحن كان لازم يمشي من سنة كان لازم يمرق بموازنة 2019 وهلأ يكون المصريات أنه وجدوا بالبلد وهؤلاء المصريات جزء أساسي من نجاح العهد مشاريع الكبيري كانت مرتبطة فيهم طب الحريري لليوم يعني هلكو تالحريري يروح على فرنسا يتابع شوي خطة الكهرباء ما هذه خالصة 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 طيب الرئيس الحريري بعد ما مشيت الخطة بمجلس الوزراء رجع استحدث لجنة فجأة ما حدا بيعرف ليش وبهذه اللجنة رجع بده ينزل من 24 ساعة دعم لـ 21 ساعة دعم خي عيطوله أنه خي شو عم تعمل لابدنا نرجع نضيع وقت لابدنا نرجع نفوت بكل هذا اليوم إذا الرئيس الحريري بيظهر من المشهد من المشهد الإداري بيظهر بالمشهد السياسي ولكن بيظهر خليني أقول لك رئاسة مجلس الوزراء في لبنان هي شيء كتير كبير هي مجلس الخدمة المدنية هي التفتيش المركزي اليوم التفتيش المركزي اللي هو مسؤول عن الإدارة بكل لبنان هذه عند رئيس الحكومة كل المجالس والصنديق هني أكبر من كل الوزارات كلهم عند رئيس الحكومة ممكن أن يأتي رئيس حكومة من جو تيار المستقبل أو لا في خيارات ربما لشخصيات أنا بعتقد حزب الله والرئيس عندهم الحرص أنه ما يجيبوا حكومة تسمح للولايات المتحدة ولتيار المستقبل وأزليم الولايات المتحدة بالبلد أنه يكبروا المشكل يجيبوا حكومة تعمل شغل كتير منيح وبنفس الوقت تقطع الطريق على أي سيناريو أمريكي للتخريب للتهويل بعقوبات شخصيات قريبة من الأمريكيين تقصد إلى حدنا فيه بالبلد شخصيات قريبة من الأمريكيين ويمكن الوصول بهم فيه شخصيات قريبة من تيار المستقبل ويمكن الوصول بهم لشهل بأكد ما يرجع يصير فيه مثلا مثل قرار الاتصالات مثل قرار الاتصالات اللي أدأ إلى سبع أيار بالحكومة لأنه فعليا فيه توازنات أمنية وعسكرية ما تسمح فيه وسياسية يعني كمان اليوم بس بديك تخذي قرار مجلس الوزراء بديك ك於 عندك أكسرية أكيد الفريق المناوق لتيار المستقبل حيكون عنده أكسرية بمجلس الوزراء ما حيكون عنده 20 يعني ما حيكون عنده الأكسرية المطلقة مثل ما هو اليوم الوضع ولكن أكيد حيكون عنده أكسرية بمجلس الوزراء وبالتالي صعب أنه تجي حكومة بالوضع الحالي مش هكذا هم يحكوا بانتخابات نيابية مبكرة مش هكذا هم يفكروا لبعيد أكتر ونحن كمان بدنا نغير التوازن لمجلس النوات طيب غسان بالنسبة لأحكينا عن الحكومة وكل الأطراف السياسيين بس قلنا نحكي عن الأطراف المالية في البلد بالنسبة مثلا لجمعية المصارف أنت كتبت اليوم أنه كان عندهم اجتماع وربما كانوا عم يبحثون في مسألة فتح المصارف وأجلوا هذا الشي لماذا؟ ماذا تنتظر المصارف لكي تفتح أبوابها؟ والقرار يأتي من من؟ واضح أن جمعية المصارف هي كمان جزء مؤثر عليه جدا لولايات المتحدة مؤثر جدا جدا عليه يعني أرار المصارف والمساهمين الأكبر بالمصارف هم بنوكي موجودين بالولايات المتحدة طيب والشخصيات النافذة بالقطاع المصري فهي شخصيات أكثريتها الصاحقة تدور بالفلك الأمريكي أكثر بأي حدثين أكيد هدول اليوم هني خايفين خايفين كتير لأنه أي ضرب للليرة جدة بيأدي لأنه يخسروا المصريات الهني مدينين للدولة اللبنانية أول شيء أكثر متضرر هني هني كل اللي نحن عم نشكيه أنه كيف مدينين الدولة هؤل المصريات الهني مدينينهم هيدا ممكن نحسه كمان ضمانة يعني بعدم اللقوع في فريق انيار الليرة والانيار الاقتصادي يعني هذا من الأشياء اللي كتير بيقوينا ومشاناك أنا قلتلك أنه احنا مرأنا بحرب أهلية والليرة حافظت لأنه الليرة آخر شيء الماسك فيها هو بموقع قوة دولة أنه هذا اللي مخلينا بالتوازن طيب اليوم هيدا المصاريف ما عم تفتح وهي كان لازم تفتح أكيد بس هي ما عم تفتح لأنه في حدا بده يجمد البلد يعني نحنا شفنا بس يجوا مدارس حركة أمل وحزب الله قالوا الجنوب آمن بطل في تظاهرات بطل في تسكيل في القط خلنا نفتح المدارس نطأ كلمش هي وقال ممنوع فتح المدارس وبالتالي في واضح أنه في حدا بالبلد ما بده دورة العمل ترجع تمشي طيب السؤال ما كان بده لمبارح للليلة لاستقالة الحريرة أو ما كان بده بده تضل ماشي نحنا بعد ما بنعرف بكرة ما بنعرف بركة بكرة المصارف مسكرين أكيد كمان كل الكذبة أنه العالم حيهرعوا على المصارف تيسحبوا المصريات هذه كذبة أنه المصارف قادرة بسهولة فائقة تحت سقف للتحويلات المدينة وبالتالي كل حكيون هو بس لإيقاف دورة العمل يعني بس تتاجر ما يقدر يشتري بضاعة ويوزع تيزيدوا الضغط النفسي على المواطني طيب غسان حكيت كثير أمور مهمة لأن القلق فعلا موجود الآن في الشارع اللبناني استقالة رئيس الحرير يعني كانت مفاجئة وتفتح على كثير من الاحتمالات على ماذا سنصحه غدا برأيك أنا برأيي فينا بدي أرجع للإيجابية البلاشت فيها فينا بكرة نوعا على حل بالبلد بيطمئن الكل وبيخذنا كمان لأصلاح اقتصادي جدة اللي صار اليوم بكل الحالات بيخذنا بكرة لأصلاح اقتصادي جدة لبداية أصلاح اقتصادي شو ما كان شكله ولكن نحن بكرة أكيد فتنا فيه فيه يخذنا على هذا الشي وفيه بكرة يخذنا على فترة من التوتر هيدا التوتر هيكون كبير طالما الوضع المالي بخير بيضلوا فيه واحد يسيطر عليه بس تنهز الليرة يعني نحن منكون فتنا بحالة جديدة حالة أكيد إلى تدعياتها الأمنية والسياسية وكل هيدا بالحالتين السيناريو الأول لن يمثل انتصار للولايات المتحدة لأنه المعالج الاقتصادي بالبلد هي يعني لبنان قوي يعني سقط الحصار الاقتصادي اللي الولايات المتحدة يفرضته علينا واحد الخيار الثاني إذا كمان هذا الشي إذا رحنا على حرب أهلية هذا الشي ما بيمثل انتصار للولايات المتحدة وبالتالي الولايات المتحدة أخذت اليوم ربح بالسياسة أكيد يعني عفوا بس الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تريد تريد ربحا في السياسة يجرد حزب الله من هذه التسوية التي هي تريحه على المستوى الحكومي وماذا بعد برأيك؟ أنا برأيي الولايات المتحدة بوقت هي تنسحب من سوريا كانت تلحق اخسارة معنوية بحزب الله في مكان ما تلحق اخسارة معنوية بهذا المحور في مكان ما سهي ألحقت فيه الاخسارة السياسية اليوم ما بتحمل تروح أكتر لا بتحمل تروح أكتر بال2006 صار في حرب لنزع سلاح الحزب وفشل هذا الأمر هذا الضغط الداخلي هل هو جزء من مخطط جديد لنزع سلاح حزب الله أو أن الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة بأن نزع سلاح الحزب لا يتم إلا عبر تسوية إقليمية الداخل لبناني لا يمكن أن يكون بذلك لكن صراحة نحن شفناه ب13 يوم شفنا أنه فيه تحضير كتير كبير على كتير مستويات يعني ما كان شي عفوي أبدا لا لا أنت لما تشوفي كيف الجيش عم يلاقيهم بنص الطريق كيف المصارف عم بتسكر كيف كل شي عم يحضر ميليا وكيف الأغاني والتحضير وكل هيدا هل قد راكب فريق عمل إعلامي وإعلاني كبير لما تشوفي أن هني محضرين شي لما يكونوا محضر شي هالقد كبير استغل عوز الناس ومصائب الناس وفساد الطبقة السياسية بس فيه شي هالقد كبير محضر ما بيعود فيك تعرفة إذا هني بدون يوقفوا ولا هني رايحين أكتر هلأ الولايات المتحدة ما قدر أعرف لأنه أنا ما كنت عارف من جمعة أنه الجيش حيروح معهم لهالدرجة كنت عارف أنه الجيش ممكن يسير ممكن ممكن ما كنا عارفين أنه الجيش حيروح لهالدرجة معهم ما كنا عارفين المصارف حتروح معهم كمان لهالدرجة صلى اليوم أنا ما قدر أعرف مية بالمية هني شو محضرين لبكرة ولكن أنا الفيني أعرفه يلي عندي أنه سلاح حزب الله مستحيل ينتزع بهالطريقة واحد حتى لو لقتهم إسرائيل مثلا بعدوان فرضنا يعني هذا السيناريو شوي كبير لأنه بصير على مستوى منطقة ليس فقط على مستوى لبنان ولكن هذا السيناريو بيخرب لهم كل شيء يعني هذا بيخرب لهم كل الاستثمار في الداخل يعني هني اليوم واضح أنه فيه استثمار بالداخل الداخل ما ممكن يتجاوب أو يتفاعل إيجابيا مع أي ضربة لإسرائيل بيكونوا بيكونوا رجعوا وخسروا كل الداخل وما منعود ونشوف ولا متظاهر بالشارع يعني اللبناني لن يتظاهر ضد فساد السلطة السياسية بين اتنين بوقت إسرائيل عم تقصه في لبنان بالعكس بتكون سحبت من تحتهم كل هذا الموضوع طب بنسبة لمكونات المجتمع اللبنان التي شهدناها في الشارع لا شك أنه فيه ناس كانوا متحذبين أو هني متحذبين ونسلوا على الشارع وفيه متحذبين انتزموا بقارات حزابهم مثل القوات والكتائب وأيضا نسلوا على الشارع فيه فئة هي حراك مدني بس فيه فئة ما عنده ولا أي ارتباط يعني وكانت فئة يعني ليست قليلة هذه الفئة برأيك قرار الحريري سيصحبها من كل هذا المشهد لكن هذه الفئة مبارح كانت هي تعبت وكانت هي معجب المشهد وكانت هي بالشيء تتململ من تسكير الطرقات مبارح كان فيه بالشارع فقط الحزبيين طيب اليوم هذه الفئة أكيد جعلت أخذت نفس وتحمست ورجعت نزلت على الصحة ولكن هذه الفئة هي فئة بتفكر كتير يعني هيدا لحدا بيفكر ألف مرة وين بده ينزل وهيدا تيكون ممشي مع الأحزاب رغم كل الزبائنية الموجودة عندنا بالشغل وبكل هيدا بديكون يتابع على الحزب وبالتالي هني مستقلين فعلا هيدا بيفكروا كتير منيح بمصلحة بلدهم بمصلحة أولادهم وما بيمشوا برا حدا على العميانة أبدا هيدا أكيد هلأ هني اليوم عايشين قلق هيدا أكيد بدهم تتشكل حكومة جدية بكرة على بكرة أكيد ما بدهم بقى شارع أبدا بدهم إصلاحات حريصين أنه يعملوا حالة من الضغط يضمنوا أنه هذا الشيء اللي صار واستقالة الحالية اللي ما يروحوا دعان يجي أشخاص إصلاحيين إصلاحيين شكرا لك غستان سعود نأمل أن يكون السيناريو إيجابي لمخيه مصلحة لبنان طبعا الصحفي غستان سعود شكرا للمشاركة معنا في المشهدية مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير جدا نعود بعده لمتابعة المشهدية فابقوا معنا من جديد أهلا بكم إلى المشهدية سنطل الآن على نتائج انتخابات الأرجنتينية في المشهد السياسي بعد أربع سنوات من حكم اليمين عادت الحركة البيرونية إلى الحكم في الأرجنتين انتخاباته الأحد أفرزت فوز ألبيرتو فرنانديز مدعوما من الرئيس السابقة كريستينا كرشنر التي فازت هي أيضا بمنصب نائب الرئيس عودة اليسار إلى الحكم في بونس آيرس تعيد رسم الخارطة السياسية في أمريكا اللاتينية ولسيما بعد فوز إيفو موراليس بولاية الرئاسية الجديدة في بوليفيا سنبني الأرجنتين التي نستحقها لأنه ليس صحيحا أننا محكومون بالعيش في هذه الأرجنتين سندخل العالم بكرامة وسنبني مجددا البلد الذي حلم به أباؤنا وأبطالنا ورجالنا ونساؤنا سنفعل ذلك لأننا نستحق ذلك سنفعل كل ما يتطلبه الأمر لإعادة فتح المصانع المغلقة والعمل فيها مجددا وليعود العمال في هذه المصانع إلى وظائفهم من جديد والآن سنناقش ماذا يحدث في الأرجنتين ولماذا يذهب هذا البلد الهام جدا في أمريكا اللاتينية إلى هذا الخيار اليساري مع ضيفنا الخبير في الشؤون اللاتينية دكتور عدنان أول من بونس آيرس سأل خير وأهلا بك دكتور أحيائكم الله ما أهمية الإنجاز الذي حققه اليسار بهذه العودة الهم والانتلاق أيضا في أرجنتين بعد خسرته الانتخابات الماضية قلت لكم في الحلقة الماضية بعد الانتخابات التمهدية التي حدثت يوم 11 آب الماضي إن الحركة البرونية قادمة من جديد إلى الأرجنتين لا بل أن اليسار اللاتيني كله يتحرك باتجاه العودة من خلال تنظيم صفوفه والاعتماد على مراجعة نتائج حكمه بالفترة السابقة تعتبر الانتخابات الإرجنتينية التي حدثت أولا باره نقطة مفصلية في تاريخ أمريكا اللاتينية لجهة عودة البرونية لجهة عودة اليسار وهذا الأمر سوف ينعكس على ملفات كثيرة في منطقة أمريكا اللاتينية والمنطقة العربية والعالمية مثل أي ملفات تحديدا هنا لأن المهم جدا دكتور أن نفهم ما يحدث في الأرجنتين كيف سينعكس على أيضا مثلا ملفات مثل فنزويلا وكوبا وقدرة البيت المتحدة الأمريكية أيضا على أن تمسك بالقرة اللاتينية سوف ينعكس على ثلاثة محاور المحور الداخلي على الصعيد الاقتصادي سوف يتحسن أداء الإرجنتين الاقتصادي ولن تعتمد كثيرا على الديون الخارجية وعلى مساعدات ووصفات الصندوق النقد الدولي سوف تعطي أهمية كبيرة للإنتاج للعاطلين على العمل للمتقاعدين للصحة والتربية والتعليم أما على الصعيد الاقليمي واللاتني عودة الفيرونية هي أمل وثقة كبيرة للفورو أو اللقاء اللاتيني الذي أسسه في نهاية التسعينات الذي أسسه المرحوم الراحل هوو شافز هذا اللقاء اليساري الذي يضم قوى يسارية من مختلف أمريكا اللاتينية سوف يجري إعداده وتأهيله ليواجه اليمين المتطرف في أمريكا اللاتنية أما على الصعيد الدولي سيكون للانتخابات تأثيرات على الصعيد الدولي لجهة علاقة الإرجنتين مع الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا مع الصين مع القواء الصاعدة ومع العالم العربي لجهة دعم قضية فلسطين وحقوقه المشروعة دكتور نقول لأنك تحدث عن الاقتصاد من رأيك أن نطل سريعا على وضع الأرجنتين إذ يتبين لنا أنها طبعا ثاني أكبر بلد في أمريكا الجنوبية وثاني أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية كما أنها تحتل المرتبة التاسعة عشرة في العالم اقتصاديا علما بأنها تخلفت عن وفاء بالتزاماتها تجاه ديونها السيادية سماني مرات منذ استقلالها اليمين ومثلا برئيس سابق موريسيو مكري يحكم الأرجنتين أربع سنوات خلال هذه السنوات ارتفع التضخم من 24% إلى 50% كما ازدادت نسبة الفقر من 29% إلى 35% إضافة لتضاعف سعر الدولار من 10 بيزو إلى 60 بيزو ما الذي يجعلك متأكدا دكتور نقول بأن الوضع الاقتصادي في الأرجنتين سيتحسن في ظل عهد فرنانداز الارجنتين ذي دولة كبيرة في عدد السكان والمساحة الجغرافية تشكل نصف قارة وهي غنية في جميع الموارد وخاصة الموارد الزراعية وغنية بالموارد الباطنية مثل النفط والغاز وخاصة في الجنوب المشكلة في الأرجنتين أن الرئيس الحالي موريس ومكري اعتمد أجندة نيوليبرالية وطبق وصفات صندوق النقب الدولي وفشل فشلا زريعا ولقد أثبتت التجارب التاريخية في الأرجنتين أن الاعتماد على صندوق النقب الدولي هو اسلوب فاشل بكل معنى الكلمة والواقع العملي يؤكد ذلك أن نجاح ألبيرتو فرناندي وعودة الكشنية من جديد هو دليل على فشل المشروع النيوليبرالي وفتح باب الأمل والتفاؤل الجديد أمام الجميع الشعب الإرجنتيني بالنسبة لأمريكا اللاتينية بشكل عام فوز إيفو موراليس ومحاولة التشويش على هذا الفوز ما حدث في فنزولا أيضا محاولة إسقاط الحكم فيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عودة اليسار إلى أرجنتين سيعطل يد الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا اللاتينية؟ هي ضربة قاسمة لمرشحي الرئيس الأمريكي ترامب في أمريكا اللاتينية وسوف يؤدي هذا النجاح إلى فرملة تطور العلاقات الأمريكية الإرجنتينية في كل دول أمريكا اللاتينية يبقى مثلا الرئيس لبرسيليا اليوم معزولا يصرح من توكيو ويصرح من الإمارات العربية بأنه سوف يعمل على تجميد عضوية الإرجنتين في التجمع اللاتيني الاقتصادي الميركوسور ويقول أنه لن يهنئ الرئيس فرناندي بنجاحه لم يبقى في الواقع في الإرجنتين سوى الرئيس البرسيلي هو يغرر خارج السرب لدينا دورة إعادة انتخاب جديدة في البراغوي الشهر القادم سوف يفوز اليسار اللاتيني يعني أن الأرجنتين بوليفيا البراغوي يعني أن المكسيك أيضا كلها قوة يعني في إعادة تشكل قوة جديدة في أمريكا اللاتينية سيكون دائها إعكاسات كبيرة على الحديقة الخلفية للولايات المتحدة شكرا جزيلا لك دكتور عدنان أولف في الواقع لمشاركتك معنا من بونس آيرس في هذه الإضاءة على فوز اليسار في الأرجنتين الخبير في شؤون اللاتينية شكرا لك مشاهدين بذلك تكون مشاهدية قد اكتملت لهذه الليلة شكرا لمتابعتكم ونتقل بكم غدا طبعا عند الساعة الثامنة مساء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم